كابتن مصر والنادي العالي كابتن عماد ألف ألف مبروك كابتن عماد النحاس كابتن فاروق وكابتن ربيع ألف ألف مبروك أهلا بك يا عماد أهلا بك وعليك وعلى كل شعب مصري يعني 28 سنة تعم 28 سنة من جيل كابتن ربيع الجيل المحترم اللي وصل لكاس عالم من رفع اسمه مصر بالمارضة الحمد لله برجالة كوبر برجالة محمد صلاح وزمي بدرو يطرح تعمل مصر بأمانة الحمد لله سيناريو الماضي ضعب جدا ان احنا نستحمل فيها 87 كان اصعب اصعب لحظات المباراة ان احنا نتعادل لكن ربنا سبحانه تعالى كان مؤخر لنا لفقود عشان تكون طعم الوصول افضل واحلى يعني انتنا نقول الحمد لله فضل ونعمة وثم الكاس العالم ان شاء الله يكون عندنا كمان اداء قوض ان الناف كاس العالم يا فاروق كابتن عماد بعدت الاول مصر كابتن ماجد عبد الغني الكابتن ماجد المفروض هو اللي هيبعت في كل مصر هو اللي هيبعت في المية اربعة مليون مصر لما بروح وثم كاس العالم والله اكيد اسعر واحد من ربنا اكيد الكابتن ماجد عبد الغني وانا سمعت بكده للكلام ده كتير لا اكيد لكن احنا بعدنا في فترة كتيرة ما كانش يزبع متخب مصر بالاسم الكبير في الفترة كمان اللي كان فيها الانجازات في الفين وستة وتمانية وعشرة احنا من اختارش كاس عالم نعم كان صعب صعب حتى الفترة بعد التسعين مطر سعين وكمانا سعين برضو في الفترة واجيال كان انتقدر لكن برضو كان فيه اجيال ضدك في المنتخبات تانية كانت ضعب انا بقول الحمد لله كل الظروف كل الظروف يشتغل مثل صالح منتخب مصر يستهل الصعود لكاس العالم ونفرح ان احنا الحمد لله وصلنا لكاس العالم فاروح وكاس الربيع وانبارك لكل المصوريين على الوصول لكاس العالم ونتمنى ان شاء الله انشاء الله يعني اكيد استقبلت هدف التعادل بصدمة زينا كلنا ولكن كان هل كان عندك ثقة ان منتخب مصر عادل في الخمس دقائق انه يجيب الهدف التاني وتأهل والله لما جيت قول بأمانة انا طلعت البلكور بأمانة انا مكنش عادر اتكلم وحصيت ولولو لحظة ان ده سيناريو سيناريو تعادل وان احنا لسه نستنى التأهل الفجارة نعم لما الرجل ادى خمس دقائق وان احنا عاديد سناعة انا وكهاز مساندي تتكلم لأ خمس دقائق كثير فقولنا لأ بدأت في خمس دقائق بأممكن نقدر والله لو سيناريو احنا بكلف السيناريو مجنون ربنا هاتينا وفي ممكن معايا مصطفى اللي احنا هنستر في ديئة ثلاثة وسطعين معنا ديئة ثلاثة وسطعين الله أعلم لكنا اللي احنا هجيبه 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 ثلاثة وسطعين في ديئة ثلاثة وسطعين احنا بستحميل الله يكون فعون اللعيرة الله يكون فعون كمان الجمهور اللي كان موجود في الملعب وكمان الناس اللاعدة وزا مشفشات ان اتزاي تشوف اللاكبولت صعب صعب جدا لان انت خلاص انت بتقاهل نفسك الاخر اربع دائم انت او ثلاثة انت خلاص بصوت كث عالم وحذب كث العالم انت عرفت تشوف الابنلتي؟ بأمانة طعب وما بالك أنت واحد من أفضل الناس اللي كانت بتلعب البنالتيات يعني لو كانت جات لك بقى كثير أنا مش حاد فقولك إيه يعني أنا صراحة محمد صلاح يعني الواحد لو تكلم عليه بصراحة بأمانة شخصية محترمة إنسان على المستوى الإنتاني في شخصية كورة ربنا سبحانه وتعالى بيكافؤه هو وبيكافؤه هو في المية واربعة مليون مصري لأنه بيشجعه مصر النهار ت rout's level وجود محمد صلاح مع الجيل ده وجود محمد صلاح في التّويد ده لمصر زي ده أمانة عدا العيبة وكافها فينا على الان انتكدا عدا العيبة تلك كبيرة جداً بالما�� من النهار من الاسعين للمعنى لالفالين durch 2007 وأجيال كبيرة جداً كانت تصل كثير عالم من مجرب ولكن سبحان الله ان الجيل ده موجود ويكون موجود عند صلاح مع الجيل ده أنا أمور ده يعني هدية ربنا للبينا والجيل ده أن يوصلنا كاس العالم في التويد ده بزيزة طبعا حاجة مهمة جدا ويا كابتن عماد طعب 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 إذا ما يلوه طعب الجهاز الفني والمتحاد الكورة والناس اللي سجعت وقال لي ترابطوا من أول ماتش أنا كنت متفقل من أول تعاد واللغانة وغاندة إن شاء الله سنظلك أسرع ربنا كان لعيد يا كابتن ربنا كان لعيد تطوير الديناريات اللي كانت بتحصل في الماتشاط يقول لك إن شاء الله مصر كاس العالم هتيجي معايا بقى نروح لكابتن مجد نقول له عاشينا لأن إيه كده المفروضة عاشينا كلنا ومعنا كابتن مجد معنا كابتن ربيع عسين لإني كده خلاص بقى كابتن مجد كده وظلنا بس لحد كمان يهاتف في كاس العالم وكده تبقى خلصة ماشا كابتن مصر وكابتن نادي لأيلي كابتن عماد لنحاس ألف ألف أبروك لكابتن ربيع عسين حبيب وخوة كبير ومتطننا للتوفية رابط وألف ألف أبروك بنا خليك عمدة موفقة والتوفية حبيبي إن شاء الله